ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا الدعاء دعاء عظيم بل هو من أكثر أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فعن عائشة رضي الله عنها قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فكنت يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء فقال إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه رواه أحمد وعن شهر بن حوشب قال قنت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعائي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فكنت له يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ما شاء أقام وما شاء أزاغه رواه أحمد وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فكنت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء رواه الترمذي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قلنا يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك فقال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقول به هكذا رواه الحاكم وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الموجبة لاهتمامه بهذا الدعاء والعناية به وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء قال الشوكاني رحمه الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه بعد بيانه أن قلوب العباد بين يدي الله سبحانه بمنزلة قلب واحد يصرفه كيف يشاء أن يصرف قلبه إلى طاعته لأن من جعل الله سبحانه قلبه مصروفا إلى طاعته لم يكن له اهتمام بغير طاعة الله والعمل بما يقرب منه تعالى إذ لا رغبة لقلبه إلى غير طاعته ولا التفات إلى شيء من المعصية ومثل هذا ما ورد من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والحاصل أن تثبيت قلب العبد على الدين وانصرافه إلى الحق من أعظم أسباب النجاة والفلاح والعصمة عن كثير من الذنوب التي يقارفها كثير من العباد انتهى كلامه رحمه الله وهذا فيه أن قلوب العباد بيد الله سبحانه هو الذي يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء يثبت على الحق من يشاء ويزيغ من يشاء يمن على من يشاء بالهداية ويوجب على من يشاء الخذلان فالأمر أمره والخلق خلقه وجميعهم طوع تدبيره سبحانه ولهذا وجب على العبد أن يكثر من دعاء ربه سبحانه أن يثبت قلبه وأن لا يزيغه وأن يصرف قلبه على طاعته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم مفتقرا إلى أن يلجأ إلى الله ليثبت قلبه ويكثر من هذا الدعاء فكيف بمن دونه وكل العباد دونه فما أحوج كل مسلم إلى أن يكثر من هذا الدعاء وأن يلح على الله دائما أن يثبت قلبه على الحق والهدى وأن يجنبه الزيغ والردى قال البغوي رحمه الله فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته بل إن اهتدى فبهداية الله إياه وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته وإن ضل فبصرفه عن الهدى قال سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن حمد أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وقال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فتبين بهذا أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب عباده فيتصرف فيها بما يشاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة ولا يكلها إلى أحد من خلقه فعلى العبد أن يلجأ إلى الله ويكثر من هذا الدعاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه وفي هذا إعلام للأمة بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه لتثبيت قلبه فكيف الأمر بمن هو دونه فما أحوج المسلم إلى تثبيت الله له على دينه القويم الذي هو سبب النجاة والفلاح والوقاية من الذنوب وغوائلها والله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة لينال رضا الله وهدايته وتوفيقه وتثبيته والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قال ابن القيم رحمه الله إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا فلولا خوف الإزاقة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت